يجلس علي البركاني ورفاقه من أعضاء إحدى الفرق الميدانية لنزع الألغام في هذه القاعة بانتظار تكريما يذر الرماد على أعينهم ولا يعوضهم أدنى تعويضا على تضحيتهم قبل عامين حيث انفجر بهم أحد الألغام الأرضية يفوقعنا بكمية كبيرة جدا من الألغام مزروعة في مطار في المدرج وفي جنب المدرج وتم استخراج 576 لغم فردي وميندال إلى تاريخ 277 من ثم انفجر فيني لغم فردي من نوع ألماني بي بي أم تو وبتر ترقليل يمنى في القاعة ذاتها فعالية هدفها التوعية بخطر الألغام ورغم كونها منها سباتية وليست ضمن مشروع متكامل لكنها تنوه لواقع تهميش هذا الملف من قبل الحكومة لأن هذه أعمال خطيرة وأعمال الرهابية يطلب إلى تكاثف الجهود وإجراء التوعية المكثفة وإلى تقديم المساعدة للضحايا إضافة إلى جعم المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام من أجل النهوض بعمله لأنه لازمنا تجعم الآن من استنموه فقط جعم من قبل المنظمة الجولية أما الجانب الحكومي لحد الآن لم يقدم أي حاجة 750 مواطنا في عدن ولحج فقط ضحايا الألغام التي تركتها ميليشيا الحوذي والمخلوع وما زال العدد مرشح للإزدياد إذ لم تكتمل أعمال المسح هناك من ضحايا الألغام حوالي 58 حالة هم من النساء وحوالي 40 حالة من الأطفال وكذلك من البرنامج الوطني للنزع الألغام حوالي 6 حالات اللي هي ضحايا ألغام متفردية وضحايا ألغام دبابات لا تكتمل صورة الحرب وآثارها هنا فالجزء المفقود غصة لا تفارق الذاكرة المفخخة ولم يصل صوت هؤلاء بعد إلى المعنيين في الإدارات الصحية والعسكرية بل وإلى المحاكم الدولية فجرائم الميليشيا لا تسقط بل لا تتوقف حتى مع التقادم أدم الحسامي قناة بالقيس عدم